بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ محاضرتنا اليوم في مادة علم المناعة طبعا علم المناعة هو العلم اللي بيهتم بدراسة الجهاز المناعي ومكوناته ودور هذا الجهاز وما يقوم به هذا الجهاز وما يحمين هذا دور هذا الجهاز في حماية الإنسان المناعية من العدوى من خلال اللي هو خطوط الدفاع المختلفة الموجودة طبعا احنا بنعرف يعني المناعة هي قدرة أو مقدرة الجسم على مقاومة المواد الغريبة اللي احنا بنسميها الأنتجينات وأحيانا حتى بعض مكونات الجسم نفسه اللي بكون لها أثر دار على الجسم نبدأ طبعا محاضرتنا في بعض التعريفات المرتبطة بهذا العلم اللي هو علم المناعة من وين جاي كلمة اللي هو الاميون طبعا عنا كلمة اميوس وبتعني يعني ما عليهوش أعباء يعني خالي من الأعباء وأيضا اميو اميونيتس الاميونيتس هذي برضو خالي من الضرائب يعني الإنسان النقل اللي ما فيش عليه أي إشي خالي من الضرائب الحكومية وهذا مرتبط أو بيوصلنا إلى الانجليش تيرمينولوجي للاميونيتي اللي هو المعنى الطبي للمناعة اللي هي الحصانة أو المناعة الاميونيتي الاميونيتي يعني واسع هذا التعريف لهذا العلم طبعا هو عبارة عن آلية وقائية protective or defense آلية وقائية أو دفاع من أجسامنا وهذا بيقودنا أو بيوصلنا أو بيؤدي إلى حياة صحية سليمة طبعا الاميونولوجي والاميون سيستم يعني ممكن إحنا نتكلم عن التعريف ويكون أكثر من تعريف إلو حنمر على هذه التعريفات علم الاميونولوجي اللي هو علم المناعة هو العلم اللي بيدرس الcomponent والfunction للاميون سيستم يعني دراسة مكونات ووظائف جهاز المناعة طب إيش هو الميون سيستم جهاز المناعة من إيش بتكون نشوف بعض المكونات اللي بتكون منها جهاز المناعة يتكون من ملوكيول وسل وتشو وأورجا من جزيئات من خلايا من أنسجة من أعضاء هذه كلها إيش بتعمل بتعمل لنا provide non specific and specific protection against يعني بتعمل لنا أو بتوفر لنا حماية محددة وغير محددة ننسبة في غير محددة ومحددة ضد إيش الشغلات اللي ممكن يعني أمثلة على الشغلات اللي ممكن يحمينها منها يحمينها من المايكرو أورجانزم من المايكروبيالتوكسين من لتيومارسيل أيضا من الفيروسات كمان يعني بيحمينها من أحياء الدقيقة أحياء الدقيقة بكل أنواعها كانت باكتيريا كانت فيروسات أي إشي كله بيجي تحتها أحيانا هذه الكائنات بتفر السموم والسموم هذه نفسها مضرة برضو هذا الجهاز المناعة بيحمينها منها أيضا الخلايا السرطانية بيقاومها جهاز المناعة وإلو دور حاسم في حياة الإنسان إلو دور ضروري ومهم وحاسم في حياتنا إحنا كبشر الميون ريسبونس أند أميونيتي الاستجابة المناعية والمناعة الميون ريسبونس الاستجابة المناعية استجابة المناعية مقسومة لقسمين استجابة اللي هو النت و الانت يعني المناعة الخلقية وهذه المناعة المناعة الخلقية بتكون ننس بسيفك غير محددة يعني لا نوعية رح نتكلم عن كل واحدة فيها ونشرحها الآن بنذكرهم كذكر لكن رايح في الشرائح القادمة إن شاء الله نتعرض بشكل أوسع وفي كل مرة نتوسع أكثر حتى نتعرف عن إيش هي الانت أو النس بسيفك والس بسيفك اللا نوعية أو الغير محددة لكن النوع الثاني من الميون ريسبونس الأدابتف الأدابتف بتكون سبسيفك وقد تكون اللي هي مناعة النوعية أو المكتسبة وهذه بتكون برايماري أو سكندري قد تكون ابتدائية أو بداية أو ثانوية برضو راح نعرفها ما زلنا في التعريفات الآن أصبح عنا ممكن نذكر تعريف آخر إلى الميونيدي إذن بناء على الميون ريسبونس إذن المناعة هي عبارة عن مناعة طبيعية وغير طبيعية برضو المناعة قد تكون طبيعية أو صناعية الآن نجي إلى طبعا المناعة المكتسبة طبيعية قد تكون مقسمة إلى قسمين قد تكون مناعة فاعلة ومناعة لأبدها تفعيل طيب المناعة الأكتف إيش هي الأكتف هي عبارة عن وبرضو يعني إيش يعني أنتجن الأنتجن هو عبارة عن الجسم الغريب بكل أشكاله بدخل الجسم بشكل طبيعي تحدث له إيش استجابة من جهاز المناعة فبتحدث استجابة إما مناعة من الإنية المناعة الخلقية أو من المناعة المكتسبة وهذا الشيء يعني الجسم الإنسان بيعمل مناعة لهذا الأنتجن الغريب اللي دخل وتصبح مكتسبة في الجسم وهذا الإشي بيزودنا بيوفر حماية طويلة الأمد برضو رايحين قد نام نفهم هذا الإشيء أكثر لكن مثال بسيط لنفلو أنزل لما بتجينا هو عبارة عن فيروس بدخل الجسم الجسم بيطلع بيقاومه وبيكول له مناعة ذاتية هذه المناعة بتقوم بإيش بالقضاء على هذا الفيروس وبيصير في الجسم مناعة لو هذا رجع الفيروس مرة ثانية بتتعرف عليه وبيكضي بيقضي عليها بسرعة الغير مباشر أو البسب أو المناعة اللي بتم تفعيلها هي مثال عليها الانتيبادي الباس فرام ماذار تو اللي هو الأجسام المضادة أو المناعية اللي بتتكون في جسم الأم وبتمر إلى الفيتس للجنين عبر البلاسنتا أو أو عبر الرضاعة اللي بيخذها يعني هان المناعة غير مباشرة بتجي هناك مباشرة أما هانا غير مباشرة مثلا هذا الطفل اللي في بطن الأم إيش اللي بيحميه من الأمراض والميكروبات هو الأجسام المضادة اللي في الأم وبتنتجها أو بعد الولادة في فترة الرضاعة هذه اللي كيف المناعة عنده بتكون من الحليب أو الرضاعة اللي بيخذها أو من الأجسام المضادة اللي موجودة في الحليب طبعا هذا هذه بتوفر حماية فورية لمدى قصير لأنه لسه جهازه المناعي ما يكتملش تكوين نيجي للأرتفشالي أكويرد إميونيتي اللي هي المناعة الصناعية برضو الثانية بتنقسم إلى قسمين اللي هو الأكتف والبسط إيش الأكتف الأكتف في حال الدخول أنتجن للجسم هنا الصناعي يعني إحنا بنعطي مناعة صناعية وكلنا الآن أصبحنا في ظل فيروس كورونا اللي هو كوفيد إصبحنا نفهم هذا الشيء وكلنا نتطلع أو بننظر إلى موضوع التطعيمات اللي بصير التطعيمات اللي بصير زي ما قلناه هو يعني أنتجن دخول أنتجن للجسم عن طريق التطعيم التطعيم بكون عبارة عن أنتجن اللي هو المايكروب أو البروتينات اللي بيحتويها المايكروب وبتحفز جهاز المناعة في الجسم إنه إيش يستجيب إلها طبعاً هذه بتكون مضاعفة على الآخر هذا مايكروب ضعيف جداً وسهل إنه الجسم يسيطر عليه ويقضي عليه فإذن اللي هو المناعة الصناعية اللي هي عبارة عن التطعيمات اللي بتم إعطاها والاستجابة إلها وبيستجيب إلها أجهزة المناعة اللي هي إن كانت الانيت أو الادابتف وبتحمي الجسم منها أو بتوفر حماية طبعاً التطعيمات هذه بتعطي مناعة لمدة طويلة يعني مش بسيطة طيب حتى في 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 المناعة الصناعية في برضو بسف بسف كيف بصير حق يعني هناك حق الأنتج النفس ومضاعف المباشر لكن البسف لا إنت بتعمل أنتبادي أجسام مضادة جاهزة بتجيبها وبتقوم من أشخاص طبعاً أصيبوا بالمرض ويعندهم مناعة وبتخذ الأنتبادي منهم وبتروح بتحقنه في الناس هناك في الأكتف بيكون الأنتج النفس اللي هو الميكروبات نفسها مضاعفة طبعاً هنا البسف لا الأنتبادي من وناس أصيبوا وبتأخذ منهم الأجسام المناعية وبيتكون على شكل أو بيشارك فيها اللي هو الأميون سيرام اجلوبيولين أو الأميون اجلوبيولين أو الجاما اجلوبيولين هذه النوع من المناعة بوفر حماية فورية و يعني قصيرة الأمد في الأكتف لما الميكروب نفسه بخش لا الميكروب لما يخش الجسم بيعمل له مناعة طويلة الأمد لكن في البسف بيعمل له مناعة قصيرة الأمد لأنك بتعطي أنت الجسم المضاد وكأنه بس مشان يتعالج وتقضي عليه الفنكشن لا الاميون سيستم إيش الوظيفة الأساسية لجهاز المناعة أصبح نعم يمكن الكل فينا بيعرف إيش هي الوظيفة الأساسية لجهاز المناعة حماية الإنسان من الكائنات الدقيقة اللي بتسبب الأمراض طيب طيب الكائنات الكائنات الممرضة أو الباثوجين أو الباثوجين هي عبارة عن مايكرو أرغانيزم هذا المايكرو أرغانيزم كوزينج انفكشن أو ديزيز يعني عبارة عن كائنات دقيقة وهذه الكائنات قادرة على إما إحداث عدوى أو إحداث اللي هو المرض طيب إيش الانفكشن وإيش الدزيز الانفكشن هو الابلتي للباثوجين تونترهست قدرة الباثوجين على أنه يدخل إلى العائل وحثوة مضاعفة عمل جهاز المناعة مشان يعمله ويحدث اللي هو طيب إيش المرض أو الدزيز الدزيز هو عبارة عن اللي بتصاحب أو تتصاحب مع يعني العلامات السريرية المرتبطة بالعدوى إذن العدوى هو الميكروب وقدرته على دخول العائل وحثوة مضاعفة عمل جهاز المناعة طيب المرض المرض هو العلامات السريرية المرتبطة بالعدوى واللي هي بتظهر طيب defense mechanism of the human host آليات الدفاع في الجسم آليات الدفاع في الجسم عنا عدد من الآليات النات ميكانيزم أو adaptive ميكانيزم أو cooperation between ميكانيزم ما بين الثنتين نشوف كل واحدة فيهن النات ميكانيزم أو النات immunity آليات يعني المناعة الفطرية أو المناعة الخلقية اللي هي من طبيعة الإنسان وتعتبر خط الدفاع الأول ويبتكون غير محددة رايحين نشوفها إيش فيه ونتعرف عليها لكن مثال لما الإنسان بيوكل شغلة فيها بكتيريا أو مايكروبات اللعاب اللي موجود في طم الإنسان أو اللوزتين هذولا بيفرزوا أجسام مضادة أو تقوم بالدفاع عن الجسم وبتقتل هذه البكتيريا كمثال طبعا الأدابتف ميكانيزم أو أدابتف إميونيتي اللي هي المناعة المكتسبة عبارة عن آليات تكيفية هذه بتكون السكند لائن للدفنس خط الدفاع الثاني الإنيت خط الدفاع الأول لكن الأدابتف السكند اللي هو خط الدفاع الثاني ومحددة بتكون للغاية وفيها يحتفظ ذاكرة الإنسان تحتفظ فيها يعني هذا النوع لو الأورغانيزم هذا أو المايكروب هذا رجع مرة ثانية في ميموري في الجسم بتتعرف عليه بسرعة وبتعرف تقضي عليه مباشرة ومحتفظ فيها عنده قد يكون هناك يعني تزاوج أو مشاركة كوباريشن بين المكانزم اللي هو التعاون بين الأليات والأدابتف نيجي إيش الأعضاء أو الأورغان أو سل أو الأميون سيستم الأورغان أولا يعني درايف من وين من الخلية الجذعية الاستم سل اللي موجودة في النخعة الخلية الجذعية الأم اللي هي احنا بنعرفها المكونة لخلايا الدم والبريجونيتور استم سل بنسميها اللي هي الخلية الجذعية الأم وهذه السلالة أو هي اللي منها بتطلع كل أنواع وأصناف أو تصنيفات تتصنف تتفرع منها اللي هو خلايا الدم تطلع الخلايا الأصلية والخلايا الأصلية بتبدأ تتمايز منها اللي هي الاريثروسايت ريات الدم الحمراء والميغو كاريوسايت اللي هي الصفائح طبعا المايلويد linج طبعا اللي هي الخلايا النخاعية منها اللي هو الموناسايت والماكروفيج اللي هي وحيدة النوا والخلايا البلعمية ودنتر تيكسل والباليمورفك سل والماست سل اللي هي الجذعية والبدائية وكلها هذه أيضا فيه الليمفويد الخلايا الليمفوية والخلايا الليمفوية بينقسم منها أو عنها برضو مجموعة من الخلايا إذن لدينا خلايا أصلية تتمثل في الإيرثرويد وما ينبثق عنها من خلايا المايلويد وما ينبثق عنها من خلايا الليمفويد وما ينبثق عنها من خلايا والرسم اللي أمامنا بيوضح انه البون مرو في عملية الهيماتو بايتك استيمسل عملية اللي هو تكوين تكوين الخلايا في البون مرو بيتم من استيمسل وبتعطينا مجموعة الخلايا الاصلية اللي تكلمنا عنها والميلويد والليمفويد وكل واحد فيها بتنقسم الى مجموعة من الخلايا في النهاية زي ما احنا شايفين الليمفويد في الآخر بتعطينا البلازما سيل البي سيل والتي سيل والبلازما سيل وناتشرا الكلار سيل وعندنا برضو في الميجا كاريوسايت بتعطينا البليتليتس والأريثروبلاست بتعطينا الأريثروسايت والميلويد بتعطينا مجموعة اللي هو الوايت بيسيز اللي بتعطينا الانتروفيل والانزينوفيل والبازوفيل وهكذا طبعا والتشو بتعطينا دينتريكسل والمصدسل والماكروفيج راح ننمر عليهم ايضا في دراساتنا في الشرائح القادمة ان شاء الله التيب اوف اميونيتي انواع المناعة زي ما احنا قلنا المناعة عندنا المناعة في عندنا الانيت والاكواير الانيت في الانبورن او الانيت اميونيتي بنلاقي انه موجودة عند الولادة المناعة الخلقية او الفطرية موجودة عند الولادة وهي خط الدفاع الاول النا جميعا هذه موجودة في كل انسان المناعة المكتسب الاكوايرد او اسباسيفيك هذه غير موجودة عند الولادة لكن بتصبح جزء من جهاز المناعة وبتطور الجهاز الانفاوي وبناء على تطوره ونموه بيبدأ يشتغل على هذا النوع طبعا الWHO ونظمة الصحة العالمية حددت المناعة كاستجابة مناعية للجسم الغريب على الشكل التالي صنفته كهيوميرال وسيليولار مناعة هيوميرال بتشمل اللي هي الاكتيفيشن للبيتا لمفوسايت وحنشوف ايش هي واش دورها اللي هي عن المناعة الجسدية بتفعيل بعض الخلايا الليمفاوية وفيه اللي هو نوع الخلايا السليولار او الخلوية وهذه بتم تفعيل الخلايا الليمفاوية من خلال التسل اذن الهيوميرال مرتبطة بالبيلمفوسايت والسليولار مرتبطة بالتي لمفوسايت وطبعا البي والتي عبارة عن يعني مخرجات للماكروفيج الماكروفيج بتشمل اللي هي افراز خلايا او عمل خلايا تكون خلايا البيسل والتيسل اللي رايحين برضو رايحين ان شاء الله نشوفهم ونشوف دورهم كل واحد فيهم نشوف ايشي طب لو جينا للتصنيفات اللي موجودة للخلايا وتمايزها اللي احنا تكلمنا عنها خلينا نشوف ايش هي الليكوسايت اللي هي كرات الدم البيضاء الويت بيسيز او الويت بلود سل بتنقسم الى قسمين الاجرانيولار والجرانيولار الغير محببة والمحببة الغير محببة بتشمل الانواع التالية اللي هي الليمفوسايت والمونو سايت الجرانيولار بتشمل ثلاث انواع طبعا الويت بيسيز احنا عارفينها بتعطينا او بتنقسم الى خمس انواع جرانيولار غير محببة وغرانيولار محببة الاجرانيولار نعين الليمفوسايت والمونو سايت المحببة بالجرانيولار هي عبارة على نيوتروفيل والبازوفيل والإزينوفيل طبعا لما احنا نعد او نعمل لكرات الدم البيضاء وبعدين نعمل ديفرانشييشن إلها بيصير عنا الأنواع الخمسة هذي وطبعا نسبتها كالتالي أعلى نسبة فيها اللي هو النيوتروفيل في الجرانيولار رايحين نشوف النيوتروفيل هذي إيش دورها وقتش بتعلق وقتش يكون إلها أثر بيجي بعدها اللي هو الاجرانيولار الليمفوسايت في الاجرانيولار نسبتها من عشرين لخمسة وعشرين في المية وبيجي يليها بعد ذلك اللي هو المونوسايت ثم البازوفيل ثم الازينوفيل لكن لو عليت أي نوع على حساب النوع الآخر معناته إنه هذا النوع مرتبط بمشكلة معينة مثال راح ننظله لاحقا لنيوتروفيل ابتالة في حالات الالتهابات البكتيرية والازينوفيل في حالات الحسسية والبرزاية وهكذا كل نوع راح نشوف متى بيرتفع هذا النوع وهذا النوع بيكون هو خط الدفاع اللي إحنا ممكن الجسم يستخدمه طبعا هذه الصور تحت المجهر اللي هو بعد الصبغ للخلايا نفسها شكل كل نوع من أنواع الخلايا زي ما احنا شايفين المونوسايت والنيوتروفيل والازينوفيل والبازوفيل والبليتلتس والماكروفيج نفسها الأصلية واللي هو الاربسيز الآن في عنا يعني المناعة في المناعة في شغلات وعوامل مهمة في جسم الإنسان وهذه العوامل بتحد من دخول اللي هو الأورغانزم للجسم خلينا نشوف إيش هو الفاكتور وإيش الأكشن تبعه عشان هيك نعرف أنه والله الأجسامنا نفسها يعني كخلق مخلوقة في المناعة الطبيعية أو الخلقية المكتسبة موجودة عندنا حاجات هذه الحاجات تكسب الجسم أنه يقاوم الأجسام الغريبة ففي عندنا الكيراتين لاير هذه طبقة الكيراتين إيش الأكشن تبعها بتعمل أز ميكانيكال باريور حاجز بمنع أو لا يسمح بدخول اللي هو الأجسام في ليسوزايم في التيرز وأذر سيكريشن ليسوزايم في الدموع بيلاقيه بيعمل ديجريد للسلول في البكتيريا خاصة الببتايدوجلايكن فلما تيجي البكتيريا بروح بيعمل إيش ديجريديشن بيحللها بيحلل السلول تبعها وبيحطمها عشان هيك الآن سبحان الله شوفه الدمع واللي موجود فيها هذا على مدار الساعة ومع الغماض والفتح والسائل الموجود هذا كله بيساعد في السيليا السيليا الموجودة في الرسبيراتوري لما نبدأ من الأنف لما تدخل هذه السيليا أو الأهداب أو الشعيرات هذه تحتوي برضو الأكشن تبعها فيها ميوكاس والميوكاس هذا بيعمل ترابد للأورجانزم بيعلك فيه الأورجانزم وما بيدخلش البيئاتش البيئاتش لما بتكون لوبيئاتش منخفضة جداً درجة الحموضة لما تكون أسد والحامضية عالية فيها هذه برضو حتى نسبة الحموضة العالية تكتل أنواع من اللي هو الميكروبات في السيرفاس فاقوسايد زي الألفولار ماكروفيج هذه بتعمل إنجست أند ديسترويد مايكروب في الدينيفسين أو الكاتيونيك بيبتايد هذا عبارة عن يعني بيعمل كريتل البور في الميكروبيا الميكروب بيأثر على الميكروب تبع الميكروب فيه نورمال فلورا فلورا موجودة في الثروت أو في الكولون أو في الفاجاينا هذه النورمال فلورا طبعاً فيها ريسبتور وهذه بتعمل يعني أو بتمنع الكولونيزيشن للباثوجين إنه هذا الباثوجين يتكاثر ويكون مستعمرات ويزيد لكن هذه النورمال فلورا برضو إذا هي زادت عن حدها تصبح ضارة للجسم فهي زي ما احنا شايفين في كثير فاكتورات أو عمامل ربانية وخلقية في المناعة الطبيعية اللي خلقنا أو المولى عز وجل خلقنا فيها هذه تقوم أو إلها أكشن أو دور في اللي هو المناعة أيضاً برضو في المناعة اللي هو في في فاكتور limit to growth of microorganism with the body العوامل السابقة كانت بتعمل limit entry بتوقف أو بتمنع أو بتأثر على الورجانزم هو داخل لكن هذه العوامل اللي الآن الأمثلة اللي قدامنا في المناعة الطبيعية هذه العوامل بتمنع أو بتحد من اللي هو growth destroy للميكروب اللي هو بتدمره وبرضو بتبتلعه المكروفاج والdentritic cell هذي بتعمل ingestion و destroyed للميكروب وفيها برضو التيه البرسل اللي إلها دور في عوامل المكملة برضو المكملة إلو دوره في إنه بيعمل على تثبيط الـ replication للفايرل وبيبطل هذا الفايرل يزيد أو يتزايد أعداده في الجسم وبالتالي بيحد من عملية اللي هو فعاليته في الترانسفرين واللاكتوفرين العوامل هذي برضو موجودة في الجسم ومهمة هذي في البكتيريا الممبرين وبتأثر عليه وبتهاجمه وبتحطم الجدار تبعه ويصبح يعني بتحلل في عنا الفيفر الحرارة اللي بتحتث يعني أحيانا أثناء الفيروسات أو البكتيريا لما بتدخل الجسم بنلاقيها هذه يعني إلها دور في موضوع أو تأثيرها على الجرث للبكتيريا فالجسم يبدأ كردة فعل أنه ترتفع هذه الحرارة وهذه زيادتها عن اللازم قد تقتل البكتيريا فيه inflammatory response اللي هو استجابة الالتهابات اللي هو برضو ارتفاع درجة الحرارة إلها إلها أثر وبتمنع له السبريد للمايكروب وبتأثر على اللي هو المادة الوراثية الخاصة فيه نيجي للعملية اللي موجودة عندنا اللي هو الفاقوسيتوسيز الفاقوسيتوسيز يعني عملية التهام المايكروب من خلال الماكروفيج أو الدنترتيك سل طبعا الماكروفيج الخلائية الملتهبة أو الملتهمة موجودة في الدم والأنسجة وبتختلف تسميتها حسب وجودها فمثلا فيه في الدم عنا مونوسايت يعني ما احنا قلنا قبل شويه أنه بتتفرع وبتتصنف وهذه بتكون يعني هذه الخلايا بتتعاون مع التيسل والبيسل الليمفوية اللي موجودة وبتساعدوا في أنهم يقضوا على المايكروب اللي بيدخل الجسم طبعا المايكروفيج يعني تعتبر الملتهم الصغير اللي موجود في الدم وعنا خلايا الدم البيضاء اللي هي الوايت بيسيز بأنواعها من حيث الميوتروفيل واللمفوسايت والمونو والباسا والإزينو هذي كلها إلها إلها دور في التهام الأجسام الغريبة وبتقوم زي ما هو موضح عنا في الرسم اللي قدامنا هذي بتقوم ملخص العملية إنها بتقوم متجذب الكيماء والكيموتاكسيز وبتجذب الخلايا إلها ومن خلال المكمل وعوامل أخرى راح أيضا في المستقبل نشوفها بتسبب اللي هو بتطلق مواد بتجذب يعني الوايت بيسيز والوايت بيسيز يعني بتقوم بعملية التهام على مرحلتين أول شي بتعمل تماس مع الجسم الغريب وتقوم بتثبيت الجسم الغريب وبتحيطه بالسيتوبلازم تبعها وبتعمل سيتوبلازم حواليه وبتبتلعوا الآن بتعملوا انغالفنج بعد ما تبتلعوا بيدخل داخلها تبدأ عملية أخرى وداخل الوايت بيسيز بتحصل زي فجوة غذائية وبتفرز أنزمات هذه الأنزمات أو عوامل بتقوم بتحطيم وتحلل هذا الأنتجن أو هذا الجسم الغريب وتقضي عليه طبعا إلى هنا نصل في ختام هذه المحاضرة ونلتقي إن شاء الله ونكمل في المحاضرة القادمة ترجمة نانسي قنقر